الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن مولاه اللهم اخفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمات وانصر إخواننا في فلسطين على عدوهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين لازلنا في تفسير سورة الرحمن الآية الثالثة والثلاثين الآية الثالثة والثلاثين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان بعد أن ذكر سبحانه وتعالى قوله وتهديده سنفرغ لكم أيها الثقلان كما قال قبلها يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن حين سئل أحد الصالحين أي شأن هذا فقال شأن قال شؤون يبديها لا يبتديها شؤون يبديها لا يبتديها يعني هذه الشؤون في سابق علم الله سبحانه وتعالى وليس أمرا جديدا على علم الله سبحانه وتعالى لأنه علم ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون جل في علاه فهددهم قائلا سنفرغ لكم أيها الثقلان سنتفرغ لكم وذكرنا معناها بالدرس السابق فيها تهديد مخيف ثم قال بعد أن قال سنفرغ لكم أيها الثقلان وجه الخطاب للجن والإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أول شيء يا أداة ندأ معشر المعشر الجماعة الكبيرة كثيرة العدد التي لا تعد بالآحد بل بالأعشار لذلك معشر من العشر يعني من كثرتهم لا يعدون أحدا بل بالعشرات وتطلق على الجماعة كثيرة كثيرة العدد يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إن استطعتم يا معشر الجن والإنس والخطاب للإنس أو للإنس والجن للإنس والجن قدرات الجن تختلف عن قدرات الإنس الجن يستطيع بقدراته التي جعله الله فيها أن يصل إلى السماء كما في أحاديث ثابتة ومن الجن من هو طيار يطير عنده القدرة بعضهم ويركبوا بعضهم على بعض حتى يصلوا علىنا السماء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضا فيسترقون السمع فلما جاء وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حدث حدث جديد في ملكوت السماوات لأنه آخر رسل وخاتم النبيين والتهديد الأخير والتحذير الأخير من الله لهذه البشرية التائهة لا تحذير بعدها خلاص بعثة النبي صلى الله عليه وسلم النهاية التهديد الأخير للبشر والإنس أيضا فتغير قانون السماء من أجل هذا النبي الخاتم فالجن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى عنان السماء كما في سورة الصافات ذكر بأن الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم فيتبعوا شهاب واصب هنا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا النفاذ هو خروج الشيء من الشيء بصعوبة خروج الشيء من الشيء بصعوبة هذا هو النفاذ ليس خروجاً عادياً طيب إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات هل الخطاب للجن والإنس في الدنيا أو في الآخرة الراجح والله تعالى أعلى وأعلم أنه في الآخرة لماذا؟ هو كقوله سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة والدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين كما في سورة الأنعم فهل هذا التهديد كان لهم في الدنيا أو في الآخرة؟ في الآخرة بطبيعة الحال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم؟ هذا لم يقال لهم في الدنيا يقال لهم في الآخرة وشبيه بهذه الآية قوله هنا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات أقطار جمعوا قطر والقطر هو الناحية الكبير الواسعة في المكان الواسع يقال له قطر جمعها أقطار لذلك قال الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا تهربوا من هذا العذاب يوم القيامة من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان إلا بقوة تغلب قوة الله هل عندكم قوة تغلب قوة الله؟ هل عندكم سلطان يغلب سلطان الله؟ والقول الثاني أنها في الدنيا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فتفرون من الموت لا تنفذوا إلا بسلطان بسلطان أي قوة وقدرة تغلب قوة الله تقدرون لن تستطيع أن تفروا من الموت وليس في الآية أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى عن طريق بعض الجهلة يقول لك يعني كيف الله سبحانه وتعالى يقول هذه الآية والمكوك الفضاء اليوم وصل إلى الطبقات العليا من الغلاف الجو ما لعلاء أنت مفهم القرآن افهم القرآن أولا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم إما أن يكون الخطاب في الآخرة لا إشكال أو ثانيا أن يكون الخطاب في الدنيا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فتفروا من الموت فهو لم يقل هنا أن تنفذوا من أقطار السماوات فقط قال ماذا؟ والأرض فهل يعقل أن الإنسان لا يستطيع أن يتنقل من مكان إلى مكان في الأرض هذا لا ينكر أحد إذن ما المقصود بالآية لو قلنا بأنها في الدنيا أن تنفذوا من الموت والقرينة هو قوله سبحانه وتعالى من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان قدرة وقوة تغلب قوة الله تقدرون وثانيا حتى هؤلاء الذين لم يفهموا القرآن يقولون كيف والمكوك الفضائي وصل إلى القمر يقولون أي شيء هبه وصل إلى بلوتو وأورانس هبه واخترق المجرة من قال لك بأن أقطار السماوات والأرض هي فقط هذه المجرة أنت لو أردت أن تخترق هذه المجرة فقط أنت تحتاج إلى مئات السنين الضوئية الضوئية يعني راح تموت وتشبع موت وانت للحينك ما اخترقت أصلا المجرة فاضلا عن أقطار السماوات والأرض فهو قطعا هو لم يفهم القرآن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان كررها كثيرا طيب ما الآلاء هنا ذكرنا بأن الآلاء معناها الأفعال العجيبة الغريبة من الله وتتضمن أفعاله العظيمة في إهلاك الكافرين وفي إنجاء المؤمنين وفي نعمه أيضا على عباده فالآلاء تتضمن الأفعال العجيبة وتتضمن أيضا النعم طيب أين هنا النعم في هذا السياق هو يأتي إلى هذا المشهد العظيم المخيف في يوم القيامة ثم يعيدنا مرة أخرى يعيد الإنس والجن إلى الدنيا ويخاطبهم قائلا فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي نعم الله تكذبان وتكذيب النعمة هو جحودها هو عدم شكرها بعبادة الله سبحانه وتعالى فكأنه بعد كل مقطع مخيف وتهديد يعيده إلى الدنيا ويقول بأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس فاستحققتم هذا العذاب الشديد لماذا؟ لماذا أنكرتم نعمة الله عليكم؟ لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ على القول بأنها يوم القيامة وكذلك الجن يرسل عليهم شهب في الدنيا أيضا كما ثبت في البخاري يرسل عليكما شواظ من نار شواظ الشواظ هو اللهب الذي لا دخان فيه واللهب إذا كان شديد الحرارة لا يخرج منه دخان فكون اللهب بلا دخان دليل على شدة الحرارة يرسل عليكما شواظ من نار لم يقل ونحاس قال ونحاس فعطفاه على الشواظ لا على النار أي يرسل عليكما شواظ من نار ويرسل عليكما نحاس نحاس مذاب يرسل عليكم يا معشر الجن والإنس لقد كان قادرا سبحانه وتعالى قادرا سبحانه وتعالى أن يعجز هؤلاء الإنس والجن ويفقدهم قدراتهم قادر هذا يكفي لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقمعهم ويذلهم ويخضعهم خارجا من ذواتهم أحيانا لذلك جعل إرسال الشواظ من النار وإرسال النحاس فلا تنتصران لا ينتصر بعضكم للآخر ولا ينتصر لنفسه لأنه عاجز في ذلك اليوم العظيم فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنه عادهما مرة أخرى إلى الدنيا ويسألهما نفس السؤال فبأي آلاء ربكم لماذا كفرتم نعمة الله لماذا جحدتم نعمة الله عليكم طيب الإقرار بنعمة الله هل يكفي لا يكفي هذا ليس شكر النعمة شكر النعمة هو أن تستخدم هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا هو شكر النعمة فإذا انشقت السماء وإذا هنا شرطية ومتى يكون هذا يوم القيامة فإذا انشقت السماء يعني تخيل تغير النظام العلوي تغير العالم السماوي ما هذا الهول الذي طرأ على الكون الآن لو تأتي أكبر القوة وتضرب قنابل نووية لن تزيل جبل فضلاً عن التأثير بالسماء أليس كذلك؟ لو قنابل نووية لن تستطيع أن تزيل جبال الصمش والشامخات يبقى الجبل جبلاً ويبقى البحر بحراً لكن فما هي القوة التي أثرت في ملكوت السماوات شيء مخيف يا أخواني فالله سبحانه وتعالى لم يخبرنا ماذا سيفعل بل أخبرنا نتائج الهول الذي حدث في الكون السماء نفسها تتغير تنشق ما الذي حدث؟ شيء مرعب فإذا انشقت السماء فكانت وردة وردة هو الزهر الأحمر الوردة الزهر الأحمر يخرج من نباء من أغصان فيها شوك معروف فيها حمرة فهنا الله سبحانه وتعالى يشبه لون السماء وهذا تشبه بليغ فإذا انشقت السماء فكانت وردة هذا تشبيه بليغ لم يقل فكانت كالوردة حذف أداة التشبيه الكاف فهنا التشبيه يقال له التشبيه بليغ فإذا انشقت السماء فكانت وردة أي بلونها الأحمر تخيل سماء حمراء كالدهان هل كالدهان هنا جاء بالتشبيه هل كالدهان هذا تشبيه آخر ليس مرتبط بالوردة فكانت وردة بلونها وكالدهان بكدرتها الدهان هو دردي الزيت دردي الزيت هو الذي يترسب في أسفل الزيت يقال دردي الزيت دردي النحاس هو الذي دردي الفضة يقال أيضا الذي يترسب فهذا يكون كدرا في كدرة ليس صافي اللون فالسماء لن تكون صافية اللون يوم القيامة اليوم نراها زرقاء فاتحة أزرق فاتح يوم القيامة والعياذ بالله حمراء بلونها وكالدهان بكدرتها وكما تعلمون بأن الدهان لزوجته وسيولته ليست كالماء اللزوجة ليست كالماء فحين نرى السماء في ذلك اليوم العظيم نراها كالدهان بكدرتها وكأنها بلزوجتها كالدهن الذي فيه لزوجة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ أي يومئذ يكون ذلك والتنوين هنا التنوين العوض عن الجملة يومئذ يكون ذلك فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان والعياذ بالله كيف لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان كيف الله سبحانه وتعالى يقول لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أجمعين كيف وهنا يقول لا يسأل هل قال الله هنا لا نسأل أو قال لا يسأل لا يسأل وليس الله الله سيسأل الجميع سيحاسب الجميع لكن الذي يسأل هنا من يفسر قوله سبحانه وتعالى ولا يسأل حميم عميم الكل مشغول فيومئذ يومئذ تقوم الساعة يومئذ يكون هذا اليوم المخيف لا يسأل إنس وجن أحدا من الإنس والجن عن ذنبه الساء المشغول والمسؤول المشغول الكل مرعوب الكل خائف هناك سبب آخر فيومئذ فبأي آلاء ربكما تكذبان لماذا لا يسأل عن ذبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال يعرف المجرمون بسيماه يعني لا يحتاج أن تسأل لأن بسيماهم تعرف ذنوبهم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من ذلك سيأتي يوم القيامة يحمله على عنقه فلا أجدن أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاتن تيعر والغدار يأتي ومظلمته راية الظلم عند علائسته والعياذ بلا مؤخرته للإذلال ويحشر كما في سنن الترمذي بسناد صحيح يحشر المتكبرون متكبر شايف نفسه بماله بمنصبه بجماله بقوته أي أن كان متكبر على خلق الله يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر النمل على صور الرجال يعني صورته صورة إنسان لكنه كالنمل يطأه الناس بأقدامهم إذلالا لهم يوم القيامة فما يحتاج أنك تسأل لأن الجواب بائل من عنوان أنا صلى الله عليه وسلم والعفو والعافية يعرف المجرمون بسيماهم بعلاماتهم فيأخذ لاحظ معي هنا جاء بالفعل المبني على المجهول لما لم يسمى فاعله يعرف المجرمون بسيمان فيأخذ بالنواصي مقدم الرأس فيها إذلال يعني أنت تخيل شخص يمسكك من شعر مقدم الرأس ويجرك جراً هذا ليس مؤلم بدنياً بقدر ما هو مؤلم نفسياً أليس كذلك فيه إذلال فيوم القيامة يوم الخزي والعار يا أحبابي والخزي والعار يوم القيامة والذل أشد من آلام الجسد يوم القيامة يعرف المجرمون بسيمان فيأخذ بالنواصي بشعر النواصي هذا النواصي والأقدام والأقدام هذا دليل على تمكن زبانية العذاب من أولا من أنت ما قوتك لا شيء من ناصيتي وقدمه وفي بعض الروايات أنه يأخذ بالنواصي والأقدام فيكسر ظهره ويرمى في جهنم فبأي آلاء ربكما تكذبان عاد مرة أخرى ويحذرهم فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم عاد مرة أخرى إلى يوم القيامة هذه جهنم التي يكذب به المجرم الله أكبر هذه اسم إشارة وكيف يستخدم اسم الإشارة لما لا يرى كأنه عرض لك المشهد وكأنك تراه ويشير لك إليه كأن القرآن يقول لنا هذه جهنم هل تراها الآن كأنه بهذا العرض جعلها مرئية لمن أنار الله قلبه بنور الإيمان يراها هذه جهنم وكأنها أمامك يأكل بعضها بعضا ويحطم بعضها بعضا وتسمع فيها صرخات المعذبين وأنين المتجبرين المجرمين هذه جهنم لكن ماذا قال هنا التي يكذب بها المجرمون الله أخبرك ولم يقل التي كذب كذب فعل ماضي وكأنهم في الدنيا فلماذا قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون إن كان المشهد مشهد في يوم القيامة والكلام يقال في يوم القيامة لماذا قال يكذب والتكذيب حدث في الدنيا مفهوم يا أحبابي التكذيب حدث في الدنيا لو كان هذا النداء قيل يوم القيامة لكان المتبادر بالذهن أن يقال هذه جهنم التي كذب بها المجرمون لكن ينفع أيضا أن تقال يوم القيامة طيب كيف يقول الله يكذب معناها لأن فعل المضارع يدل على الاستمرار مع أنهم لم يكذبوها لأنهم يعذبون فيها خلاص لم يكذبوها رأوا الحقيقة الآن لا تكذيب وكأن حكمهم استصحبوه معهم حتى بعد أن عاينوها وشهدوا بأنها حق كل شهادتي من يوم القيامة غير معتبرة كأنهم استصحبوا التكذيب الذي أحدثوه في الدنيا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون والقول الآخر أنها في الدنيا أيضا يا أخواني القرآن عظيم جميل جدا كل معنى له دلالته وله عمقه التي قد يكون المقصود أيضا في الدنيا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا يطوفون بينها وبين حميمنا يطوفون من الطواف ما هو الطواف؟ الطواف هو كثرة المشي والترداد بين شيئين لذلك قال الطواف حول الكعبة كثرة المشي يطوفون بينها بين جهنم وبين حميم من الماء المغلي آن آن هو الذي بلغ النهاية في الحرارة فمعناها أن هناك انتقال لأصحاب جهنم من جهنم ويذهبون إلى مكان آخر للشرب ويذهبون إلى مكان آخر لأكل الضريع ويذهبون إلى مكان آخر لأكل الغسلين ويذهبون إلى مكان آخر لأكل الغسلين ويذهبون إلى مكان آخر لأكل الغسلين هذا التنقل عذاب نسأل الله السلام والعفو والعافية سبحانك الله ومحمدك نشهد أن لا إلا أنت نستغفرك أن أتوب إليك